مرحبا اليوم سأروي لك حكاية واقعية من الكتاب المقدس إنها حكاية على إسحاق إسحاق هو الإبن الوحيد لأبراهام والساراي الكتاب المقدس يدعوه ابن الوعدي لأن الله عمل وعودا كثيرة لأبراهام وذلك لابنه إسحاق أبراهام والساراي ينتظر 25 سنة كي يكون لديهما ولدا في الكتاب المقدس نجد الآية التالية فقال الله لإبراهيم لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك في كل ما تقول لك سارا اسمع لقولها لأنه بإسحاق يدعى لك نسل هذا يريد القول أن إسحاق سيكون له في المستقبل أطفالا وأحفادا كثيرين والذين يتمثلون في الشعب المختار من الله شعب اليهود خلال كل هذه الأعوام أبراهام والساراي تعلم التعرف على الله أكثر والإيمان والتصديق بما يقوله تعلم أيضا أن يطاعانه دون مجادلة ونقاش وأحيانا دون فهم الأمور جيدا لكن بوضع ثقة فيه فقط هذه المرة الله يجرب لمرة أخرى إيمان أبراهام لقد قلت لك من قبل أن الله يساعدنا أن نضع فيه ثقتنا حين نمر بالأوقات الصعبة وذلك مسموح من طرفه لتقوية إيماننا الله يقول أن إيماننا كحصن يحمينا من ضربات وهجمات أعداء الله إذن هو يعلمنا استعماله والحفاظ عليه دائما كما هو مستعد للدفاع قد عمل الله عودا جد مهما لأبراهام والتي تحتاج إلى إيمان قوي لتصديقها وأبراهام مر بظروف صعبة جدا في ذلك الزمان علم الله للمؤمنين أن عدم طاعته يعتبر ذنب فكان على مرتكب الذنب أن يقتل حيوانا الذنب يعتبر دائما خطير عند الله ولو تمثل في أكذوبة صغيرة جدا فالدم كان لابد أن يسيل كي يغفر الله للمذنوب إذن أصبح من عادة المؤمنين القيام بهذا الشيء لأن الإنسان يقع دائما في الخطأ ذات يوم ها هو الله يحدث إبراهام عن ابنه إسحاق الذي صار شابا ستسعد إلى الجبل الذي سأريه لك كي تضحي بابنك الوحيد الذي تحبه كثيرا إسحاق حيث ستعطيه لي أنا شيء فضيع ليس كذلك هنا ليس خروف يقدم كقربان بل ابنه الوحيد إسحاق الذي يحبه أكثر من كل شيء أبراهام تعلم معرفة الله يعلم أنه يمكن أن يضع فيه ثقته يعلم أنه لا يكذب أبدا والله لا يحب أن نضحي للقربان الأطفال فهو يكره ذلك بشدة أبراهام يعلم أيضا أن إسحاق هو ابن الوعد وأن شعب كبير سينجب منه إنه لم يفهم أي شيء لأن ما يطلبه منه الله غير طبيعي إذن هل سيطيعه؟ أبراهام لم يحكي ما حدث له لأي أحد في الصباح الباكر يقطع الحطبة لإشعال النار للقربان ثم ذهب مع ابنه إسحاق وإثنين من خدمه السفر استغرق ثلاثة أيام حاول تصور أبراهام وهو يفكر في الأمر خلال ثلاثة أيام كاملة ربما كان يعيد التفكير في كل وعود الله عن إسحاق لقد قرر أن يطيع الله إلى النهاية بعد مرور زمن طويل جدا جدا في الأهدى الجديد من الكتاب المقدس نجد ما يلي في رسالة بولوس للعبرانيين الشطر الحادي عشر الآية 19 إذ حسب أن الله قادر عن الإقامة من الأموات أيضا الذين منهم أخذه أيضا في مثال نعم أبراهام يفكر أنه سيضحي ابنه الوحيد إسحاق لكن الله سيحييه من بين الأموات لأنه يؤمن بقوته للقيام بذلك وأن الله لا يكذب أبدا عندما جاء اليوم الثالث قال أبراهام لخادميه أن ينتظراه إذ هو وإسحاق سيصعدان إلى أعلى الجبل لتجليل الله أبراهام يضع الحطبة على ظهر ابنه فيأخذ السكين والنارة ثم يصعدان إسحاق يطلب من أبيه أين الخروف الذي سيقدم كأذحية؟ فأجابه أبراهام سيعطي الله لنا بنفسه الخروفة الحكاية تبين لنا أن هذا الأب المسن أبراهام بقي في هدوء تام رغم أنه يعلم أن ابنه الوحيد الذي يحبه أكثر من كل شيء سيقدم كأذحية لله بعد لحظات فقط لكن ثقته في الله كانت كبيرة جدا لدرجة أنه متيقنا أن الله سيعيد له ابنه إن أطاع حقا لأمره ها هم الآن في أعلى الجبل أبراهام جمع صخورا كي يبني مذبحا ثم وضع عليه الحطبة بعدها ربط ابنه إسحاق ووضعه على المذبح إسحاق شاب وقوي كان من قدرته الهروب لكن لا فقد وضع ثقته في والده ففي اللحظة التي أخذ فيها أبراهام السكينة ليضحيا بابنه إسحاق الله دعاه وأوقفه أف ملاك الرب يقول له يا أبراهام الآن عرف أنك حقا تضع كل ثقتك في الله وأنك تطيعه إذ لم ترفض أن تقدم له ابنك الوحيد العزيز عليك أكثر من كل شيء أبراهام ينظر فها هو كبشا أمامه ممسوكا في وسط دغل لقد علم مباشرة أن الله هو الذي بعثه له كي يقدمه كأضحية مكان ابنه تماما مثل ما أخبر إسحاق على الجبل إذن ملاك الرب كرر لأبراهام وعدى الله له إذ سيكون له أطفالا عددهم كبير كلمال البحر ونجوم السماء ستسمع دائما الحديث عن ملاك الله في الأهد القديم من الكتاب المقدس كما قاله هو نفسه في هذه القصة إنه الله والله ليس عنده جسد فهو مخفي ولما يريد أن يظهر نفسه ويرى يأخذ هذه الهيئة هيئة ملاك أبراهام وإسحاق يلتحقان بالخادمين ثم يرجعان إلى بيتهما بعد زمن طويل جدا في الأهد الجديد يسوع الإبن الوحيد لله والعزيز عليه سمي خروف الله الذي يمحي ذنوب العالم لقد رحى به الله على الصليب لكي كل من يؤمن به ويضع فيه ثقته تغفر له ذنوبه إلى الأبدي لكن بعد ثلاثة أيام الله أحياه من بين الموت ثم سعد إلى السماء حيث يسكن دائما وإذا أردت معرفة قصة يسوع فهي واردة في العهد الجديد من الكتاب المقدس في الموقع الإلكتروني تتمثل في حكاية عيد الفصح الآن سنصلي ربي أشكرك لأنك لا تكذب نستطيع وضع كل ثقتنا فيك بإمكاننا تصديق كل ما هو وارد في الكتاب المقدس ولو إذ أننا لا نفهم كل شيء ساعدنا لطاعتك أعطي لنا الإيمان الذي أعطيته لأبرهام كي نسمع لك دون مجادلة كي نخشأ منك ونحبك أكثر من كل شيء شكرا لك لأنك تحبنا محبة عظيمة حتى بعثت ابنك الوحيد عيسى الذي يتمثل في خروفك كي تغفر لنا ذنوبنا وتنقذنا من العقاب آمين الآن سأقرأ لكم هذه القصة في الأهد القديم من الكتاب المقدس الشطر الثاني والعشرون الآيات من واحد إلى تسعتاش وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال ها أنا ذا فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق وإذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ إثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد فقال إبراهيم لغلاميه اجلس أنتم ها هنا مع الحمار وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما فأخذ إبراهيم حطبا المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه وأخذ بيده النار والسكينة فذهبا كلاهما معا وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي فقال ها أنا يا ابني فقال هو ذا النار والحطب ولكن أين الخروف للمحرقة فقال إبراهيم فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني فذهبا كلاهما معا فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبحة ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب ثم مدى إبراهيم يده وأخذ السكينة ليذبح ابنه فنداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم فقال ها أنا ذا فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا لأن الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني فرفع إبراهيم عينيه ونظرا وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يرأه حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب يرى ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بذاتي أقسمت يقول الرب أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر ويريث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبعين وسكن إبراهيم في بئر سبعين أقول لكم الآن للقاء إلى قصة أخرى